اشتركوا في القناة لنأخذ بعض الأمثلة للتحليل كما نرى مثلا يقول الشاعر فإذا نظرنا إلى هذا المثال نجد أن الشاعر قال ليت الشباب يعود فهو هنا يتمنى فهل تمني دا تمني حقيقي أم تمني غير حقيقي هنا هو تمني حقيقي كما نرى نوع التمني حقيقي لماذا؟ لأنه يتمنى أمرا مستحيلا وقد استخدم كلمة التمني وهي ليتة لنرى مثالا آخر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم من أيضا الشاعر استخدم كلمة ليتة ويتمنى أن الكواكب تدنو له فيصنع منها عقود مدح لممدوحه وهذا تمني حقيقي لأن الشاعر قد استخدم كلمة ليتة وأن هذا الأمر وهو اقتراب الكواكب للشاعر أمر مستحيط لذلك نسمي هذا الأسلوب تمني حقيقي لنرى أمثلة أخرى في القرآن الكريم يقول الله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون على لسان ملأ قارون ومن حوله ومن تمنوا مكانه وهذا التمني تمني حقيقي لأنهم كانوا يتمنون أن يملكون مالا مثله لماذا؟ لماذا هذا تمني حقيقي لأنه يتمنى أمرا ممكنا لكنه صعب المنال وقد استخدم كلمة ليتة مثال الآخر قال تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأيضا هذا تمني حقيقي لأن الذي قال هذا الكلام كان ممكن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته وقبل الحساب يوم القيامة فهذا التمني أمرا كان ممكنا لكنه صعب المنال الآن ولذلك استخدم كلمة ليتة التي تستخدم للتمني للأمر غير الممكن أو المستحيل أو بعيد المنال أيضا من الأمثلة يقول الشاعر أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره الشاعر هنا يستخدم لعلي ولعله تستخدم أصلا للرجاء ولكن هذا أمر صعب صعب أن يطير وأن يأخذ أكنحة الطائر ويطير إلى محبوبه ولذلك نسمي هذا الأسلوب تمني مجازي لأنه يتمنى أمرا مستحيلا واستخدم الأداة وهي العلة وهي ليست للتمني إنما أراد الشاعر غرضا معينا مثال آخر ول الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجعه الشاعر هنا يتمنى أن يشتري أيام الشباب أو أن تعود أيام الشباب واستخدم كلمة لو وهي لا تستخدم أصلا للتمني ولذلك نسمي هذا تمني مجازي لأنه يتمنى أمرا مستحيلا واستخدم الأداة لو وهي ليست للتمني إنما أراد الشاعر غرضا آخر أيضا أيام منزلي سلمى سلام عليكم هل الأزم للاتي مضين رواجع الشاعر هنا يسلم على البيت وسلمه ويتمنى أن تعود الأيام إلى سابق عهدها أو أن تعود من نفسها لكن هذا لا يمكن أن يكون والشاعر هنا استهدم كلمة هل وهي لا تستخدم للتمني فهذا تمني مجازي لماذا؟ لأنه يتمنى أمرا مستحيلا واستخدم الأداة هل وهي ليست للتمني إنما استخدمت لغرض معين مثال آخر فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد بيني وبين المصائب إذا نظر إلى بيت الشاعر نجد أن الشاعر استخدم كلمة ليتا وهو يتمنى أمرا ليت بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب فهذا أمر يتمنىه الشاعر وهذا لأنه أمر يرجى حصوله ويطمع في نيله ومع ذلك استخدمنا كلمة ليتا لماذا؟ ليتا هنا استخدمت مجازية لماذا؟ لأن هذا أمر يطمع في حصوله وهذا أمر ممكن الخلاصة إذا كان معنى الجملة لا يرجى حصوله لأنه مستحيل إذا كان معنى الجملة مستحيلا فهو تمنى حقيق وإذا كان معنى الجملة ممكن ورغم ذلك لا يرجى حصوله لأنه صعب المنال فهو تمنى حقيقي أيضا إذن مستحيل أو صعب المنال فهو تمني حقيقي هذا إذا كان معنا جمع التفريط بين التمني الحقيقي والمجازي ليست مهارة سهلة إنما تحتاج إلى تدريب وتركيز خاصة الحقيقي والمجازي في وجود ليتا تكلمة ليتا للمجازي والحقيقي نستأنف تلخيص ما سبق معنى مستحيل إذا كان هناك معنى مستحيل مع استخدام لو أو لعل أو هل تمني مجازي إذن أربط إذا كان هناك لو ولعل وهل والمعنى مستحيل فهذا تمني مجازي نقطة الرابعة إذا كان هناك معنى الجملة ممكن ويرجع حصوله ومع ذلك استخدمنا كلمة ليتا فهذا تمني مجازي لماذا لأن ليتا لا تستخدم للتمني الممكن حصوله أو القريب مع وجود ليتا كيف نفرق بين التمني الحقيقي والمجازي نركز على المعنى لا يرجع حصوله فهو حقيقي يرجع حصوله فهو مجازي إذا ما عليتا إذا كان التمني لا يرجع حصوله فهو حقيقي وإذا كان يرجع حصوله فهو تمني نأتي على تدريبات اسلوب التمني نوعه والسبب قال تعالى على لسان الكافر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين هذا تمني حقيقي عندما يرى الكافر عمله يوم القيامة وهو يتمنى أن يبعد هذا العمل وهذا أمر مستحيل لن يبعد عن المعنى مستحيل واستخدمت أداة أداة ليتا فهذا تمني حقيقي أأيام الهواء هل مواضيق عودوا وهل لشباب ضل بالأمس منشدوا هذا مجازي لماذا؟ لأنه استخدم أولا أداة هل للتمني المعنى مستحيل واستخدم هل فهذا تمني مجازي اسلوب التمني نوعه سبب أمثلة أخرى واهن لأيام الصبع وجماله لو كان أسعف بالمقام قليلا لو استخدمها الشاعر هنا للتمني فإذا لو للتمني والأمر مستحيل إذا هذا تمني مجازي والسبب أن المعنى مستحيل واستخدمها الشاعر كلمة لو قال تعالى قال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب هذا تمني أيضا مجازي لماذا؟ لأن المعنى مستحيل وقد استخدمت في الآية كلمة لعل قال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب المثال التالي إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنى بقدر الحب نقتسم هذا أيضا مجازي المعنى ممكن محبوب ويرجى حصوره لكن الشاعر استخدم كلمة ليت وهي للاستبعاد فهذا مجازي لأن استبعاد أمرا ممكنا فهذا تمني مجازي الأغرض البلاغية للتمني الغرض البلاغي من الاستخدام لو في التمني هو إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث والغرض البلاغي من الاستخدام لعل في التمني هو إظهار مستحيل في صورة الممكن لأن على الترجي والترجي يؤمل حصوله والغرض بلاغي من استخدام هل هو إظهار المستحيل في صورة الممكن مرة أخرى الغرض البلاغي من استخدام لو فأي جملة فيها تمني هو إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث بقى في لو أن الأمر هذا بعيدا ونادر الحدوث أما مع لعله فهو إظهار المستحيل في صورة الممكن لأن على تستخدم للترجي والترجي يمكن أن يحدث الغرض البلاغي من هل التمني في التمني هو إظهار المستحيل أيضا في صورة الممكن نأتي للتدريبات على الأهداف سؤال الأول ميز بين التمني الحقيقي والمجازي فيما يأتي ليت أيام الطفولة تعود هذا تمني حقيقي لأن استخدمنا كلمة ليت في الجملة وهذا أمر مستحيل فهذا تمني حقيقي لعل الطيور تنقل لك أشواقي هنا استخدم الكاتب لعل وهي الأمر يمكن حصوله واستخدمها هنا استخدم مجازي يعني الجملة تمني والشعر والكاتب استخدم كلمة لعل لإظهارها أنها قريبة لو عاد بالعمر ما دخلت مجال التدريس إذا قال قائل ذلك فهذا أيضا مجازي لأن الكاتب استخدم كلمة لو سؤال الثاني حدد الغرض البلاغي من التمني في الأمثلة التالية أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره هذا المثال الأول المثال الثاني ول الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع والمثال الثالث في القرآن الكريم هل لنا من شفعاء فيشفعوننا نأتي إلى الإجابة في المثال الأول الغرض البلاغي من استخدام لعلي إلى من قد هويت أطيره واستخدم الشاعر كلمة لعل في التمني لإظهار المستحيل في صورة الممكن لأنه مستحيل أن يطير إلى من يحب واستخدم كلمة لعل ليجعل الأمية في نفسه وكأنها ممكنة وذلك ليعبر عن حبه في المثال التالي ول الشباب الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك لو كانت أيام الشباب تعود أو يشتريها الشاعر أو تعود من نفسها ترجع الغرض البلاغي من استخدام لعليم في التمني إظهار التمني بعيدا نادر الحدوث فكلمة لو في البيت كأن هذا الأمر بعيد نادر الحدوث وصعب المنات وهي عودة أيام الشباب المثال الأخير الغرض البلاغي هل لنا من شفعاء فيشفع لنا هو التمني وهو إظهار المستحيل في صورة ممكن يوم القيامة الكافرون يقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويعبرون عن أميتهم وهي مستحيلة بهل لعل ذلك يحدث وهذا لن يحدث لأن هنا إظهار المستحيل في صورة ممكن هذا يعبر عن تمنيهم وحبهم أن يحدث ذلك ولكن هيهات هيهات سؤال الثالث سم أسلوب تمن مجازية للدلالة على إظهار المستحيل في صورة ممكن قل لعل أيام الشباب تعود لعل أيام الشباب تعود وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة المباركة نتمنى لكم وقتا طيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته اشتركوا في القناة